تحية طيبة مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الساعة على تلفزيون فلسطين وقناة مساوة تطورات كثيرة متسارعة على صعود مختلفة جرت مؤخرا لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها إلى حد كبير ما بين تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية والتلويح بتبكير الانتخابات الإسرائيلية وغيرها من الملفات نحاول ضيفنا اليوم في حوار الساعة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودي نائب أيمن عودي مرحبا بك في حوار الساعة أهلا أخي محمد وجميع الأهل المشاهدين يعني ربما الحدث الأبرز والذي سيرافقنا كثيرا على ما يبدو أو ترافقنا هذه التداعيات هذا التطبيع أو إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي المشترك بداية كان هناك موقف عديدة منددة مناهضة مستنكرة هنا في الداخل وأنتم كذلك في القائمة المشتركة ولكن كان هناك موقف بارز لك في هذا الصدد يعني كيف راقبت أنت هذا الإعلان وما هو من وجهة نظرك الموقف حياله هناك الموقف الثابت وهناك موقف ضرفي حسب هذا الزمن الموقف الثابت هو أن كل سلام وكل علاقات بين أي دولة عربية وبين إسرائيل قبل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هي ضربة لحقوق الشعب الفلسطيني هي إساءة هي إضعاف مباشر ومعروف ليس سرا يعني كانت قيادة الشعب الفلسطيني تقول اعملوا سلام معنا وبعد ذلك لديكم هدية كبيرة وهي السلام والتطبيع مع كل الدول العربية والإسلامية وفق أيضا المبادرة العربية فأي سلام منفرد وتطبيع منفرد هو إساءة وإضعاف لقضية فلسطين لا شك بذلك والأمر الخطير هو أيضا البعد الاقتصادي بقضية الإمارات وتحالفاته على مستوى المنطقة خاصة الخليج يعني هل ممكن أن تقوم الإمارات بهذا العمل دون معرفة السعودية دون تنسيق مع عمان أو البحرين وغير عمان هذا أمر مهم جدا لأن إسرائيل قد تسوق هذا الأمر وبحق من ناحيتها للأسف بأنه تطبيع مع الدول الغنية يعني عمليا نحن نحصل على كل ما نريد دون أن ندفع أي استحقاق على الإطلاق ما سماه نتنياهو السلام مقابل السلام نعم والأمر الظرفي هو في صفقة قرن في أكثر حكومة يمينية نتنياهو متورط وترامب متورط أي أن البعد الظرفي الزمن خاص بإسرائيل وبأمريكا وبقرار منهما هما الذين اختارا الزمن وليس الإمارات يعني انظر إلى وضع نتنياهو بالاستطلاعات وضعه الأسوأ منذ عشر سنوات انظر إلى المظاهرات اليومية ضد نتنياهو الأوضاع قصدية صعبة محكمة نتنياهو جاء هذا الأمر بمثابة طوق نجاح وطبعا نتنياهو سيعتمد مسرحية الذهاب إلى البيت الأبيض مع محمد بن زايد وربما دولة عربية إضافية وهذا بالطبع بنهاية المطاف سيكون قوة الموضوع على فكرة السلام مقابل السلام له بعد أيضا أيديولوجي بالحركة التنقيحية حركة جابوتينسكي الذي كتب مقالا فارقا اسمه الحائط الفلادي يقول بأن العرب لن يعملوا سلام مع إسرائيل إلا عندما يتيقنوا من فشلهم بإخضاعها لهذا فمسألة القوة العسكرية الإسرائيلية وفرض الذات على العرب هو الذي سيجلب السلام يعني بالنسبة لنتنياهو يقول لجمهوره بأنني أيدولوجي مبدئي قمت على خطة جابوتينسكي وألزمت العرب دون أن أدفع أي سقا يعني فعليا هذا يحقق نجاحين لنتنياهو النجاح الأول على الصعيد الإقليمي الدولي بأنه أثبت للجميع بأنه يمكن أن يتخطى الفلسطينيين وأن يتخطى القضية الفلسطينية ولكنه أيضا يمنحه نقاط ثوى كبيرة في داخل المشهد السياسي الإسرائيلي كما ذكرت أنت إلى أي مدى يمكن لذلك أن يعزز الآن من نهج نتنياهو أمام اليسار الإسرائيلي أو ما تبقى من اليسار الإسرائيلي يعني أنت تعلم بأن هذا النقاش أو هذا الجدل دائر منذ فترة كبيرة الأرض مقابل السلام أم السلام مقابل السلام كما يريد أن يروج نتنياهو هل انتصرت بالفعل هذه الرؤية رؤية نتنياهو في هذا الموقف؟ يعني لا شك أنه للأسف الشديد حقق انتصارا ليس لقوته وإنما لضعفنا ولوهننا ولعدم احترام الذات الكافي لدينا نحن للأسف الشديد وأنظر أيضا من أعداء نتنياهو أعداء نتنياهو النخب الأشكنازية الأغنى من مؤيديه يعني هي سعيدة بهذه العلاقات هي ستبني علاقات مع الإمارات أكثر من مشجعين نتنياهو أكثر من الشرقيين أكثر من مدن التطوير الذي سيبني هذه العلاقات هي نخبة الأفيف الاقتصادية التي تصوت إلى أزرق أبيض ولا تصوت للكود يعني عمليا هذا ضعضع بالمعسكر الذي يناوي نتنياهو وأنا جلست مع بعضهم خلال الأيام الأخيرة ولمست التقدير النوعي لنتنياهو تجاه هذه الخطوة على رغم الاختلاف معه أيديولوجيا الاختلاف الكامل معه لهذا لا شك أن هذه النقطة تشكل انتصارا لنتنياهو للأسف الشديد وأنا أقول لك يعني مسرحية في البيت الأبيض وربما مع وجود دولة عربية إضافية وأنه أكن في سلسلة واحد ورد تاني لا شك أن هذا يشكل نقطة قوة وهذا أيضا يؤثر على قرار الذهاب إلى الانتخابات يوم الاثنين نعم أم لا يؤثر جدا يعني طب بالنظر إلى هذا المشهد السياسي هنا الداخلي بعيدا قليلا عن المشهد الإسرائيلي نحن العرب الفلسطينيين هنا في الداخل كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الموضوع ما هو دور الفلسطينيين في الداخل من كل هذه التحركات وهذا التطبيع العلني أولا نحن جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من قضية الشعب الفلسطيني وأي إساءة لقضية فلسطين هي إساءة مباشرة لنا نحن نحن رفضنا كام ديفيدسين 78 ونحن رفضنا أي صلوح منفرد بين إسرائيل وبين أي دولة عربية ليس لأننا ضد السلام وإنما من أجل لأننا مع السلام لأنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا فأي سلام انفراد هو ليس سلاما بالمفهوم الجوهري ما دامت فلسطين لم تتحقق حقوقها لهذا فموقفنا موقف شعبنا موقف كل المركبات القائمة المشتركة كل المركبات أصدرت بيانات واضحة ضد هذا الاتفاق لهذا فنحن طبعا لدينا موقف حاد وواضح ضد هذا الاتفاق على فكرة ليس من السهل أن تشرح هذا الأمر للمجتمع الإسرائيلي هذا واحد من القضايا التي تشعر بأنك بحاجة إلى تحليل من أجل أن توصل الفكرة بشكل مباشر ونحن نتحدث إلى الإعلام العبري كيف رحتم ذلك للإعلام العبري ولمجتمع الإسرائيلي؟ فعليا هناك ترحيب من كافة أطياف المجتمع الإسرائيلي بأي تطبيع بأي علاقات عربية إسرائيلية رسمية وأنتم في داخل هذا المشهد فعليا كيف نقلتم هذه الرسالة للرأي العام الإسرائيلي بأنكم تناهضون وتناوئون هذا الاتفاق؟ يعني ما قلته لك هنا هو بجوهره ما قلته الإعلام العبري بأن القضية الأساس تبقى قضية فلسطين والجريمة التي حدثت بخصوص الإنسان مع إعلاقة قبل يومين بعد الاتفاق مع الإمارات لن يحل القضية الأساس وهي الجريمة ضد الشعب الفلسطيني وما دامت الجريمة مستمرة فنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني مستمرين أيضا لهذا فلن يكون سلام حقيقي إلا بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الأمر الآخر هل يبحثون فقط عن سلام بين دول أم سلام بين شعوب نحن نريد سلاما بين شعوب لا يوجد سلام بين الشعب المصري والشعب الإسرائيلي لا يوجد سلام بين الشعب الأردني والشعب الإسرائيلي نحن نريد سلاما بين الشعب الإسرائيلي والشعوب العربية بناء أولا وأساسا واستباقا إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ولأننا نريد السلام للستطيج العميق والسلام بين الشعوب فنحن نريد أن نحل القضية الأساس وهي قضية فلسطين هذا ما نقوله للإعلام العبري طيب بناء عليه أنتم منذ سنوات تؤسسون لعمل عربي يهودي مشترك مناهض للاحتلال يسعى لعدم تكريس الاستيطان وكذلك لإعلان تسوية مع الفلسطينيين على مبدأ حل الدولتين والتراجع لحدود الرابع من حزيران عام 67 إلى أي مدى هذا الاتفاق وضع كل ذلك جانبا أو ألقى به أدراج الرياح إذا صح هذا التعبير لا أعتقد أن هذا مس بأي شيء أنا أعتقد أن السنة الأخيرة هي سنة فارقة على مستوى أفق التعاون بين المواطن العرب وبين اليسارة الإسرائيلي سنة فارقة بامتياز لم تكن هناك قناعة عند أوصات واسعة من الجمهور الإسرائيلي أنه لا يمكن التغيير دون المواطنين العرب كما كانت القناعة بالسنة الأخيرة بعد ثلاث انتخابات يعني من المركز يسار بيجيبه 46 مقعد كيف يجيبه 61 بدون المواطنين العرب أعطيهن هدية مقعد مقعدين ثلاثة أربعة خمسة طيب هاي 51 و 52 وبعدين بدون المواطنين العرب لا يمكن أن تنتصر على اليمين يعني ربما هذا القول كان نظريا قبل هذه السنة ولكن هذه السنة هذا الأمر ملموس وامتياز فأنت تشعر أن لغة من المركز يسار بدأت تتغير أيضا تجاه القائمة المشتركة يعني واحد مثل يائر ربيد كان يتحدث بعنصرية بالغة الآن يقول القائمة المشتركة ولكن بدون التجمع ولكن لما احتاج التجمع قبل أربعة أشهر قال معي التجمع هل قال مثل ذلك مع التجمع؟ نعم هو قال نريد أيضا تجمع لتصويت واحد وهذا طبعا كذب لا يوجد تصويت واحد يعني لو بعد أسبوع بدين نجيبه حاجب الثقة على الحكومة مش بدأ أصوات تجمع كلام مرة فهذا كلام يعني هراء وهو يعرف ذلك ولكن الأهم أن أي شراكة معنا تتطلب استحقاقات استحقاقات هذا هو الأمر الجذري الذي يجب أن نصب إليه ولكن أيضا أنا عندما أتحدث عن هذه الشراكة فأنا لا أقصد أبدا يا إير لبيد ولا المركز الإسرائيلي أنا أقصد بناء معسكر يتفق على أسس أربع إنهاء الاحتلال المسواة الديمقراطية والعدل اجتماعي وأنا أقول لك أن هذا الخطاب يعني أنظر مثلا إلى المظاهرات بلفور منذ متى يطالبون المواطنين العرب تعالوا ولما يعني يأتي ممثلوء المواطنين العرب يتقبلونهم بالكثير من التأيين أنت كنت هناك في هذه المظاهرة هل كان هناك تقبل بالفعل؟ تقبل كبير لماذا؟ لأنهم يعرفون تماما بدوننا لا يمكن الانتصار على اليمين أيضا بالاتخابة الأخيرة صوت 20 ألف مصوت يهودي للقائم المشتركة أيضا هذا الأمر جديد والأمر الجديد الآخر منذ العام 48 حتى سنة 2020 ما هو انهيار اليسار الإسرائيلي أيضا هذا عامل تاريخي اليسار الإسرائيلي أسس دولة إسرائيل وحكمها بشكل متتابع حتى العام 77 ووصل إلى الحكم بعد العام 77 فقط فترة ربين وبراء الآن انهار كليا القائم المشتركي 15 وحزب العمل الثلاثة ومارس اثنين ونفكوا عن بعض والمشتركة بقيت موحدة لهذا هذه العوامل يجب أن تقرأ من أجل أن نذهب بثقة لبناء جسور بناء على أسس واضحة بصلبها موضوع إنهاء الاحتلال طيب سنعود للحديث عن المشهد السياسي اتباعا ولكن أريد أن أعود مجددا إلى خضية التطبيع الإسرائيلي الإماراتي ما هي الخيارات التي بقيت أمام الفلسطينيين الآن القيادة الفلسطينية كذلك على ضوء كل هذه التحركات وإعلان هذا التطبيع الذي يؤسس فعليا إلى مرحلة جديدة ربما كما يقول نتانياهو أكثر من مرة قلت لك أخي محمد أنني لا أستطيع من موقعي في حيفا أن أنظر لشعبي الفلسطيني في الضفة وغزة هذا الأمر نابع من عدة أمور واحد من الأمور أن أهلنا في الضفة وغزة هم مدرسة في النضال والعطاء والتضحية الأمر الثاني أن الذي سيدفع الثمن هو ليس ابني أنا ابني بمشطه بوديع المدرسي الذي سيدفع الأثمان هم أبناء شعبنا في الضفة وغزة فليس من موقعي أقول افعلوا كذا وافعلوا كذا لا أقبل لنفسي ولكن هناك قاعدة القواعد دائما وأبدا وهي الشعب الفلسطيني يجب استثمار القوة الكامنة بالشعب الفلسطيني ليس أنا اللي بقول هذا الكلام قيادة الشعب الفلسطيني تتحدث عن نضال شعبي نضال شعبي النضال الشعبي يجب استثماره حتى النهاية لأن هذا النضال من شأنه تغيير كل المعادلات على الإطلاق كل المعادلات لا يوجد سلاح أقوى من النضال الشعبي لشعبنا الفلسطيني إذا سألتني عن عز وأجدى عز وأجدى النضالات الفلسطينية لقلت بثقة بالغة الانتفاضة الأولى المجيدة الانتفاضة الأولى المجيدة لو سألتني مين أفضل من نجح أن يحاور المجتمع الإسرائيلي لقلت الانتفاضة الأولى المجيدة هي التي اخترقت المجتمع الإسرائيلي بامتياز يعني قبل الانتفاضة الأولى يعني كان بضع ألاف يؤيدون إقامة الدولة الفلسطينية بفضل الانتفاضة المجيدة الأولى الأولى حدث اختراق تاريخي داخل المجتمع الإسرائيلي يعني عمليا عندما يناضل المتهد يخلق تناقضا في صفوف المتهدين كمان مرة عندما يناضل المتهد يخلق تناقضا في صفوف المتهدين لهذا فالرقم الأصعب هو استثمار مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني طيب وبناء عليه أنت كنت حاضرا في المؤتمر المشترك للقيادة الفلسطينية أي لحركة فتح وكذلك لحركة حماس وشهدنا أيضا هذا المهرجان الذي عقد في قرية ترموس عية مؤخرا وأنت لطالما دعوت وكنت جزءا من هذه الوحدة أو إنهاء الانقسام كيف تتابعون ذلك يا إبي مرعودي الحقيقة أن موضوع الانقسام أصبح أمر كيف يمكن أن يبرر مين يقدر يبرر هذا الأمر تقريبا 15 سنة من انقسام يعني والله بالقوستنطنية لما كانوا يناقشوا الفلاسفة أكم جن بوقف فوق دبوس وتدك أسوار القوستنطنية شو عم بصير معنا شو عم بصير معنا كيف معقول كيف معقول يكون التناقض بين فتح وحماس أكبر من التناقض مع الاحتلال الإسرائيلي كيف معقول كيف يمكن أن يقبل هذا الأمر لهذا يعني أنا أقول هذا الأمر بكل أسهل بكل أسهل يعني أقول لك شغلي إحنا وضعنا بالقائل مشتركة يعني نسبيا أسهل من وضع شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة يعني نملك ترف أن نقول مع السلامة لبعض وإحنا مختلفين أيدولوجيا وفي إشكاليات ليوم الإشكاليات بناتنا ولكن الموقف الوطني أن نبقى موحدين وشعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة بحاجة أكثر منا إلى هذه الوحدة الوطنية لهذا فطبعا نحن نشارك ونحن نتحدث ونتحدث مع الفريقين ومع الفرقاء أن نذلل كل الاختلافات الثانوية بمواجهة التناقض الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي وأنا يعني كرئيسي القائم مشتركة باسم كل أبناء شعبنا باسم كل أبناء شعبنا هنا في الجليل هنا في حيفا هنا في المثلث في النقب في الساعل في مرج بن عامر نناشد أبناء شعبنا نناشد الفصائل الفلسطينية أن يذهبوا نحو الوحدة الوطنية وتوجيه كل الطاقات ضد الاحتلال الإسرائيلي طيب إلى محورنا الآخر وهو عمليا التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين يعني كان كما قلنا قبل قليل هناك قواعد على الأقل أرستها المنظومة الدولية وما إلى ذلك وقد تحدثنا عنها هل يمكن القول اليوم بأن هذه التسوية ستذهب دون رجعة أم أنكم ما زلتم تعتقدون بأن هناك إمكانية ومجال فعليا للتسوية بين الحكومة الإسرائيلية وإن لم تكن هذه الحالية والفلسطينيين لأن جهات كثيرة في إسرائيل تحدثت في الأونة الأخيرة بأن عهد المفاوضات قد ولل الحديث مع الفلسطينيين انتهى ومن اليوم فصاعدا كل تسوية ستكون مع الفلسطينيين ستكون عن طريق إطار إقليمي أي عن طريق دول المنطقة العربية التي ستطبع معها إسرائيل أو التي طبعت معها سابقا لا يوجد حل غير حل إقامة دولة فلسطينية بحدود 67 إلى جانب دولة إسرائيل لا يوجد حل آخر أبدا وكل من ينصحنا أنه اتركوا هالحل وروحوا للدولة الواحدة هو يريد أن نتخلى عن حل واقعي وممكن باتجاه نحو حل ما فيه له لا خرط الطريق ولا محطات ولا لوين رايح ولا كيف بدك تنهي المسار هذا خطأ جسيم تاريخي سيكون بحق الشعب الفلسطيني لماذا؟ شعبنا الفلسطيني بعد نضال بعد 30 ألف شهيد فرض على كل العالم حل الدولتين على كل أنا أحب أن أحكي حل الدولتين لأنه في دولة أقيمت منذ 72 سنة وتوسعت بشكل سرطاني بالمسوطنات أقنعنا كل العالم بإقامة دولة فلسطينية بحدود 69 أقنعنا نصف المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم حتى شهر آب 2020 منذ سنة 2000 لآب 2020 في نحو 50% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كل استطلاعات الرائعة لإطلاق رئيس دولة فلسطين الحالي السيد محمود عباس ورئيس حكومة إسرائيل مش الأسبق السابق فقط قبل نتنياهو وصلوا مع بعض لحدود القدس الشرقية بشمل الأماكن المقدسة كلها لصالح فلسطين قرار مجلس الأمن 2-3-3-4 بس قبل أربع سنين طب أنت بتقول بعد ما وصلت لكل هذه الإنجازات بدي أقول لا خلص أنا يقست بدي أروح لحال أنا حتى أطلب أن نفرق بين بعدين بين البعد القيم التاريخي حركات تاريخية وطنية تقول أريد فلسطين كلها أنا أفرق بين هؤلاء وأحترمهم جدا وإن كنت غير موافق وأختلف مع من يقول من يهرب إلى الأمام يعني شاعر أنه عجز أنه قيم دولة باستمع وستين من مكان العاجز يهرب إلى الأمام بده كل فلسطين يعني ما دام الواقع صعب خلينا أوسع الشعار هذا أخطر أخطر وأقل أصالي ما بالطرح هذا هو الأخطر والأقل أصالي ما بهذا الطرح يعني بتجي عند واحد فلسطيني وطني تقليدي من خمس سنيات من أيام عبد الناصر لليوم يقول لك كل فلسطين بتجيب شو بتختلف معه بس بتحترمه أما بيجيو لك شباب من اليوم لأنه في عجزة عن إقامة دولة بسوعة وستين ما دامنا عجزيا خلينا نكبر الحلم ما هو هيك مش نافع وهيك مش نافع أحذر من هذا التوجه يجب أن تكون لنا كل الطقات تكريسها من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة بحدود سوعة وستين طيب بناء عليه وبناء على هذا الموقف الحالي تغير الحكم في إسرائيل أي نزول والإطاحة بنتنياهو عن كرسي رأسة الحكومة في أي انتخابات مقبلة إلى أي مدى يمكن أن تغير هذا الواقع في تسوية مع الفلسطينيين أم أن ما وضعه نيتنياهو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من ضم الجولان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كل هذا لن يتغير بقدوم أي رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلي هناك أمور إجماع عليها داخل كل الأحزاب الصهيونية مثل السلام والتطبيع مع الإمارات أو مع غيرها ولكن هناك أمور يوجد لها قائد ويوجد من يتبعه يعني مثلا موضوع الضم موضوع صفقة القرن موضوع كل موضوع المسوطنين أحزاب المسوطنين يعني هناك من يحمل هذه الفكرة تاريخيا حزب العامل قادة فكرة الإسرائيل ولكن يعني أتحدث يعني من 20 سنة حتى اليوم أو يعني على الأخص يعني في السنوات الأخيرة من يحمل هذه الأفكار بمركزية جدا أحزاب المسوطنين وغيرها لهذا لا شك بأن هذا اليمين برئاسة نتنياو تحديدا لماذا نتنياو تحديدا يعني في حالة يمين عالمي مشكل من رموز إذا كان ترامب أو جونسون أو بولسينيرو بالبرازيل أو أوربان بهنغاريا أو مودي في الهند ونتنياو في إسرائيل مع هذه العلاقات وعلاقات نتنياو مع الخليج العربي يعني أنظر أخ محمد كل كلمة كل نحكي عن نتنياو هي التي تحصل الآن كنا نقول للناس أنه انتبهوا علاقته مع الخليج العربي كنا نقول للناس أنه الخليج العربي بفضل نتنياو بعيد عن جملة كم مرة أنه هذه الدول تفضل نتنياو لأنها تعتبر القضية المركزية ليس فلسطين وإنما إيران اللي بعتبر إيران هي القضية المركزية وليس فلسطين بفضل نتنياو وليس غيره كنا نقول هذا كلام طيلة السنوات السابقة حتى الآن يعني برز الموضوع مش كتحليل وإنما كحقيقة وأصلا يعني الإمارات ذهبت نحو هذا التحالف وهي تبرره سياسيا أنه عندنا عدو مشترك وبدأ نشتغل مع بعض عليه أنه مش فلسطين القضية المركزية وإنما إيران القضية المركزية لهذا لا شك أن نتنياو بشخصي أيضا بالعلاقة مع ترامب والإدارة الأمريكية والنجاح يعني هو استغل هذا الكلام بالدعاية الانتخابية في لقاء بيننا أيضا نعم نعم يعني النجاح بإخراج أمريكا من الاتفاق مع إيران نقل السفارة اعتبار الجلان أرض إسرائيلية يعني لهذا لا شك بأن لليمين وخاصة بقيادة نتنياو والمدى العالمي الذي وصله لا شك أنه هناك أهمية كبيرة بأن بأن نساهم من أجل أن لا يبقى على فكرة انظر إلى الخارطة السياسية اليوم نتنياو قدش بحاجة من أجل تشكيل حكومة يمين ضيقة متجالسة تماما بحاجة إلى مقعدين وصل 59 هذول المقعدين وين موجودين القائم الوحيد من المعارضة الوحيد من المركز يسارا الوحيدة اللي زادت مقعدين هي القائم المشتركي كل مشكلة في إسرائيل وأيضا هذه المشكلة الأسبوع اللي إحنا فيه الأسبوع القادم حتى يوم اثنين موضوع الموازن كل مشكلة بسبب أنه إحنا وصلنا 15 مقعد زدنا مقعدين اللي هنه ناقصات لنا تنياو يعني بدون هذول يعني لو إنه إحنا بقينا 13 مش 15 كان صار يمشي موضوع الضم كان عنده حكومة متجانسة تماما مشهل بزنيين اللي بده إياها ألغى ما يريد أن يلغي بالمحاكم يعني عمليا المقعدين من 13 إلى 15 سجلوا ضربة صميمية وقد تذهب إسرائيل إلى الانتخابات رابعة بسبب زيادتنا هذين المقعدين هذا أسمه تأثير سياسي صحيح أنه شعبنا كان بده أكثر من ذلك كان بده أنه ننجح أنه نسقط نتنياهو وهذا التهاوي هذا السقوط لجانس بهذا الشكل المعيب المخشل بهذا الشكل لا شك أنه مش بس أساء لما يسمى بالمركز يسار أيضا أساء لنا هذا صعيح ولكن أيضا يجب أن لا نغفل عن حقيقة أنه كل المشاكل الموجودة والتنغيص بعمل نتنياهو السياسي سببه أنه إحنا زدنا مقعدين لهذا أنا أطلب من الناس أنه حتى لو لم ننجح بضربة واحدة بالنوك آوت ولكن على أقل هذه المعركة التراكمية يجب أن نستمر بها بثقة إذا في حدا مش لازم يعتذر هو القائم المشتركة نتنياهو قسم كحول الفانو ياش عتيد نتنياهو قسم حزب العمل وميرت إحنا أربع أيدولوجيات بقينا صامدين أيضا قوينا وأيضا بقينا صامدين وسنبقى مع بعضنا البعض طيب هذا الكلام يحيلنا إلى المحور القادم الانتخابات المبكرة ربما يوم الاثنين هو الموعد الأخير إذا لم يحدث اتفاق بين نتنياهو وغانس بين ليكود وكحول الفان فنحن على موعد مع انتخابات مبكرة هل هذا السيناريو وارد من قبلكم؟ أولا هناك احتمال جدي أن نذهب إلى انتخابات يوم الاثنين القريب جدي جدا وإن لم يكن الأمر محسوبا حتى النهاية بالنسبة لنتنياهو ونتنياهو سيجري استطلاعا للرأي يوم الأحد هناك أمور ملتبسة من جهة هناك ما يدعو نتنياهو إلى الذهاب إلى الانتخابات هو يقول ما جبتش واحده ستين وأنا بحاجة إلى واحده ستين أيضا بواجهة المحاكم ليس لإلغاء مباشرة ولكن للقرار من يكون المستشار القضاء للحكومة من يكون قائد العام للشرطة من يكون بالنيابة وأيضا عندما تكون الانتخابات حول شخص قدمت ضده نواحة اتهام وبدأت المحكمة ضده ورغم ذلك المجتمع في إسرائيل يعطيه كل القوة هناك مقولة بأن القاضي يعيش بين ظهراني شعبه فالقاضي لما بيشوف كل الشعب عن نتنياهو بيحكي شو أسأنا لحالي الفرد بدي أسقط قرار الشعب حتى بده يتناقش ديمقراطيا مع نفسه حول هذا الموضوع بغض النظر عن فصل السلطات وحتى لو إنسان منتخب ولكن يحسس داخل ولكن هذه لواعج داخلية لدى القضاة تعدث هذا أمر طبيعي لهذا فنتنياهو يقول أفضل لي أن أذهب إلى الانتخابات خاصة أنه بديش أوصل لشهر واحد المجتمع الإسرائيلي وكل العالم يرى أنني بقفص الاتهام ثلاثة أيام بالأسبوع ثانيا الهبات التي أوزعها جراء جائحة الكورونا ستنتهي بعد شهرين ثلاثة طب الناس إذا ترضى عني أن أعطيت 750 أو للعيني ثلاثة بشكل طب كيف يريد أن أعطيه بعد شهر كنون ثاني القادم الأمر الثالث لا يوجد منافس سياسي لا يوجد شخص مرشح أن يكون رئيسا للحكومة الآن أبدا لا جانس ولا لبيد لا جانس ولا لبيد لهذا يقول إذا ذهبت إلى انتخابات سريعة وحققت ما أريد فالأذهب ما يخشاه هو أنه في شيء مفضوح أن الانتخابات حول شخصه أنه الزلمة رغم الكورونا رغم الوضع الصحي رغم الوضع الاقتصادي رغم أنه جانس البطح بالكامل من أجل أن يشكل هو حكومة ولكن لأنه يريد أن يكسر كل شيء لما صلحته الشخصية فهو يذهب بكل دولة إسرائيل إلى انتخابات رابعة هذا الأمر يقلقه وهو يجرس إطلاعات رأي حول هذه القضية تحديدا كيف سيتعامل مع الجمهور وأيضاً هو يقول أنه سأبقى معلقاً بالكامل ببينت هو لا يخشى الذي يزيد من قوته في السلطات الرأي طبعاً 19 مقعد بيت اليهودي هو يخشى من أمر أنه بينت يقول له أنا بروح معك بس تعطيني التناوب برئاسي الحكومي مثل ما عملت مع جانت مع جانت خصوصاً بأن بينت وغانت إذا أجي عندك من 16 إلى 18 مقعد هاي أنا عندي نفس المقاعد أنا بطلب منك أيضاً تناوب وليس فقط البغض الشخصي بين عائلة نتنياهو وبين بينت وإنما هذا الأمر أيضاً بمفهوم معين يبقي نتنياهو أسيراً بذات الدوائر الموجود بها الآن بشكل أو بآخر لهذا كل هذه الأمور هو يدرسها والأمر متعلق بنتنياهو إلى حد شبه كامل أن كان نذهب إلى انتخابات أم لا أعتقد هناك إمكانية ثالثة أنه يوافق على اقتراح الوزيرين هاوزر وهندل بأن يرجع التصويت على الموازنة لفترة قصيرة مئة يوم ربما هذا الأمر أيضاً يتعلق بالدول العربية إذا في دولة غير الإمارات إذا بيقدر يعمل سلسلة التي تكون دعايته الانتخابية الأكبر فأيضاً أن يقول للشعب في إسرائيل سنحصل على أموال من الإمارات على سبيل المثال من دول معينة فرغم الوضع الاقتصادي السيء ولكن نحن مقبلون على فترة أفضل اقتصادية كل هذه الأمور موجودة داخل تفكير نتنياهو من أجل اتخاذ القرار هناك سيناريو إضافي كانت قد تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وهو أن يشكل حكومة يمينية ضيقة وثمت من قال بأن جهات مختلفة يمكن أن تكون من المركز واليسار وليست بعيدة عن قائمة المشتركة يمكن أن تدعمه في ذلك إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا واقعي؟ أنت تقصد مركب داخل قائمة المشتركة؟ يعني هناك من قال في بعض الجهات داخل المشتركة وهناك من قال فقط للتصويت لمرة واحدة أيضاً لا يمكن لأي مركب من مركبات القائمة المشتركة أن يدعم من نتنياهو لا يمكن ليس فقط للبعد الأيدولوجي وإنما شعبنا لا يقبل ذلك يعني أيضاً البعد الأيدولوجي للمركبات الأربعة وأيضاً شعبنا لا يمكن أن يقبل وبحق طبعاً فلا أعتقد أنا أفكر بسيناريو آخر أنه نتنياهو يفكر أنه أفضل من أن أذهب إلى انتخابات مبكرة أنه أحاول أسرق اثنين من حزب كحول لفان ممكن وصيراً عندي واحدة وستين وإذا هو شاعر أنه نجح مع شخص واحد ولكن بحاجة إلى شخص إضافي فهو بحاجة إلى أسبوعين شهر شهر ونص حتى يحق ذلك هذا أفضل له من الانتخابات رابعة وحزب كحول لفان ليس حزباً أيدولوجياً ليس هذا فقط وأيضاً ذهب مع نتنياهو وأيضاً تافل أحزاب الأيدولوجية هو ليس فقط القناعات وإنما أيضاً الجمهور الداعم والذاكرة الجماعية لهذا الحزب يعني هناك أبعاد حتى عاطفية تجاه الأحزاب التاريخية يعني أنت بتقول طبعاً يا عمي عضو بحزب صلي 20-30-40 سنة هذا أمور مهمة على مستوى أيضاً المشاعر والمواقف كحول لفان أزرق أبيض حزب تأسس خلال سنة وقال يعني عداء الأساس لنتنياهو بعد ذلك ذهب مع نتنياهو فموضوع سرقت شخصين من حزب كحول لفان هو الخيار الأول ومن هنا ربعما جاءت هذه الأنباء بأن هناك محادثات بين الليكود والوزيرتين عمر ينكاليفيتش وتمان وشاتا ولكن بكل الأحوال النائب أيمن عودي أنتم في المشتركة هل سيكون لكم موقف واضح بأنكم تدعمون تبكير الانتخابات أي تدعمون الذهاب إلى انتخابات مبكرة لأن بعض الجهات كانت قد تحدثت بأن قضية دراسة الانتخابات أو تبكير الانتخابات في المشتركة هي يعني لا يوجد موقف حاسب منها لا نحن أمام حكومة نتنياهو ونحن معارضة لا يمكن أن نقبل بأن نكون عاملاً باستمرار حكومة نتنياهو لا يمكن ممنوع يجب إسقاطه أقول لك حتى لو يعني المركبات أربعة تجمع على ذلك نعم حتى لو أنت متوقع أنه نتنياهو سيفوز بالمرة القادمة بس أنت ما بتحمل على ضميرك أن يبقى هو بسببك يعني مثلا إذا عمل ضم بعد بشهر شهرين أنت اللي خلاته بالحكم ويعمل ضم طب ما أنت معارضة وضده لأنك متخيل أنه ممكن أنه يبقى قوي طب يا خلق الله ما لا تعلمون أبصر شو بصير خلال ثلاثة وشهر أبعة وشهر الناس سعف كيف تفوت عن انتخابات الناس سعف كيف تطلع من انتخابات أنت بالمعارضة وقدامك حكومة نتنياهو لأنك شاكك أنه ممكن يكمل فأنت اللي بتعطيه النفس الاصطناعي هذا أمر غير منطقي أبدا أنا أتحدث باسم كل مركبات قائمة مشتركة بأسما الخمسة عشر عضو طيب في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة ويبدو أن هذا السيناريو هو سيناريو وارد جدا ما هي استعدادات القائمة المشتركة كيف تواجه المشتركة أو كيف ستدخل المشتركة إلى هذه الانتخابات المحتملة نحن سنعود إلى أبناء شعبنا ونقول لهم بأننا بالمرحلة الأخيرة بانتخابات الأخيرة بفضل شعبنا حققنا إنجازا برلمانيا غير مسبوق هذا الإنجاز أثر كل التأثير على الخارطة السياسية الإسرائيلية جعلها معرقلة متعثرة وجعلها تسقط بنهاية المطاف بسبب هذه الزيادة زيادة مقعدين من المرة الأخيرة علينا أن نواصل تذكروا بأننا ليس فقط الأكثر صدقا وإنما كنا نحكي لشعبنا إنه إحنا ممكن نوصي على غانتس ولكن ممنوع التصويت لغانتس لماذا؟ لأنه ما بتسلم رقبتك لليسار الصهيوني ليس فقط بسبب أيدولوجيته وتاريخه الدموي لأنه ممكن بكرة بعد بكرة يغدرك وهو أثير فصوته فقط للصوت الواثق لهذا الصوت بده يكون عملي وبده يحاول يأثر ولكن على الأقل يبقى مضمونا بيبقى معك مية بالمية لهذا فنحن سنذهب بثقة إلى أبناء شعبنا وأريد أن أقول لك أمرا إضافيا مهما مهما جدا ربما كان أكثر موضوعين يهمان أبناء شعبنا هما مكافعة العنف والجريمة وأيضا إلغاء قانون كامينتس أنا أقول لك نحن على شفى اتخاذ قرار بهذين الأمرين بفضل القائمة المشتركة الذي يركز الموضوع بقضية العنف والجريمة هو النائب دكتور منصور عباس رئيس لجنة مكافعة العنف والجريمة والذي يركز الموضوع بموضوع كامينتس هو النائب أسامة سعدي باسم القائمة المشتركة وبقوة القائمة المشتركة ونحن على شفى اتخاذ قرارين بهذين الأمرين إلغاء أو تجميد كامينتس وأيضا موضوع خطة لمكافعة العنف والجريمة الآن مهم استباقا أن أكون واضحا ربما موضوع العنف والجريمة أشك جدا جدا أنه يكون القرار الحكومي كما نريد وأعتقد به الكثير من المطبات والأمور التي لا نريدها علينا أن ندرس ذلك يعني أن لا أقول موقف مسبق بالنسبة لهذه الخطة ولكن لا شك أن النضالات التي كانت لنا إغلاق الشوارع الرئيسية خاصة شارع ستي ومن هناك بدأت الخطة الحكومية لا شك أن هذا التحرك فيه عملية تراكمية باتجاه الحل وأؤكد ربما نصد بيانا نقول أن الأمور السيئة بالخطة أكثر من الإيجابية ربما ولكن لا شك أنه إحنا في ديناميكيين في شيء عم نحركه فلازم نكمل نحرك بالاتجاه اللي إحنا بدنا إياه أيضا موضوع التجميد طلبنا إلغاء ما زبطش تجميد خمسين يمكن ما يزبطش يكون تجميد لسنتين ويمكن بعض البنود ما تكونش مريحة تماما ولكن مهم نعم إلغاء كامينيس تجميد كامينيس ولكن مهم الديناميكي وأنه فيه قيادة مخلصة للناس عم تدفع بقوة بهذا الاتجاه يجب أن نواصل هذا العمل طيب وعليه يعني أنتم كنتم قد التقيتم بإيريس كامينيس صاحب هذه الخطة هل بالفعل تبدو البوادر الجيدة لأننا نتذكر أنه قبيل الانتخابات السابقة كنتم قريبين أيضا من إعلان ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجميد قانون كامينيس أو ما إلى ذلك ولكن ذلك لم يخرج إلى حيزة هذا صحيح كنا قريبين طبعا كان في لجنة مالية ومندوبنا كان دكتور أحمد طيبي وصلنا لمعادلة معينة جاءت الانتخابات تراجعت الآن جددنا من جديد هذا كله كلام صحيح السؤال بدنا نظلنا نتابع ولا بدنا نتكلم الموضوع بدنا يكون لدينا مندوبين يشدوا ويتابعوا من أجل إلغاء قانون كامينيس أو تجميده يعني يعني ربما لأن من يسمعني الآن أيضا من فلسطين بمناطق الضفة وغزة قانون كامينيس يعني يهدف إلى هدم البيوت العربية وغرامات عالية جدا وما بيكونش في حق لصاحب البيت أن يذهب إلى المحكمة فهذا قانون جائر بامتياز ونعمل على إلغاء ومهم أن يعرف الناس عن ماذا نتحدث هذا موضوع يؤلم الناس كثيرا لهذا ف يعني إحنا عم نعمل بمنهجية وأنا آمل آمل أنه خلال أسبوعين نكون حققنا تقدم جذري بهذين المجالين طيب ولكن بما أننا نتحدث عن الانتخابات لا يمكن أن نغفل النائب إيمان عودي بأن هناك انخفاض في شعبية القائمة المشتركة في استطلاعات الرأي الانتخابية استطلاعات الرأي قبل شهر ونصف أو أكثر قليلا كانت تمنح المشتركة 16 مقعدا الاستطلاع الأخير يمنحكم 12 مقعدا بالكاد كيف تفسرون هذا الانخفاض في الشعبية يعني كان عدة استطلاعات رأي منها من يعطينا 15-16 قبل أسبوع 12 مبارح 14 أنا برأيي هذه الأمور بتروح وبترجع وشعبنا يا أخي من لحمه دم يعني مرات يخيب أمله مرات يخيب أمله من مجمل العمل السياسي مرات على فكرة ببعض استطلاعات الرأي في أحزاب يمنية ما ياخد كتير وأنا أعتقد أنه هذا يعني تفشيش تتفشش الناس مرات أو نتيجة لل750 شكل أو نتيجة للصلح مع الإمارات يعني فيه شريحة معينة أنه تحكي والله ومنسافر ع دبي وكذا يعني فيه حركات من هذا النوع بهذا الاتجاه ولكن أنا برأيي وقت الجد الكل يصطف بأصالة مع قائمته الوطنية وأنا واثق بأننا سنحصل على الأقل عما حصلنا عليه بمرة السابقة طيب ولكن هذه القائمة الوطنية وربما تجلى ذلك في استطلاعات الرأي ليست متجانسة كثيرا تحديدا في الشهرين الأخيرين هناك يعني وذلك لا يبدو خفيا على أحد كان في وسائل الإعلام هناك تراشق بالاتهامات كان هناك خلافات أيضا داخلية بسبب ما يعرف بقانون علاج المثليين وعاد ذلك لأكثر من مرة ويبدو أن هناك أمرا ما أو أن هناك يعني جرحا لم يندمل في المشتركة أنت رئيس القائمة المشتركة هل تحاول هل حاولت وهل ما زالت المحاولات مستمرة لرأب الصدق والتجسير على هذه الهوة القائمة أولا دعني أقول لك أن هذه الأمور طبيعية جدا بكل جسم تحالفي طبيعية تحدث يعني بتحبها بتحبها بتنزعج بتنزعجج بس هي أمور طبيعية داخل حزب الواحد تحدث أمور كهذه فهذا أمر طبيعي بين متحالفين ومختلفين أيديولوجيا ولكن متحالفين ولكن ولكنهم متحالفون ف ولكن أنا بقول لك أن لدينا كل المسؤولية كل المسؤولية أن نعالج هذه القضايا أن نجتازها وأن نبقى موحدين أقول ذلك بكل ثقة بكل ثقة هذا ما سيكون نحن معا وسنبقى معا طيب عليها وبما أننا نتحدث عن هذه الانتخابات الرابعة المحتملة التي ستأتي في غضون عام ونصف على ما يبدو أنت قلت قبل قليل ندخل إلى هذه الانتخابات نعرف كيف ندخل إلىها ولكن لا نعرف كيف نخرج منها كيف سيدخل نتانياهو وغانتس إلى هذه الانتخابات وكيف سيخرجان منها وأنا أسأل لأن هذا قد يكون مفصليا بالنسبة للقائمة المشتركة وموضوع التوصية على سبيل المثال أنت محق لأنه حتى هذا يؤثر على نسبة التصويت لدى المواطنين العرب لأنه الناس يعني الجزء الأكبر يصوت بناء على الانتماء الهوية الوحدة الوطنية يكافئ لما بتعمل وحدة كل هذا كلام صحيح بس هذا بوصلك إلى 12-13 مقعد عشان توصل إلى 15 والناس تحكي فيه معنى إضافي فيه معنى إضافي وتعال نشتل لآخر لحظة وطلع الحج من البيت الساعة 9 بالليل وكمان ناقص كمان حتى طلعه لأنه بعد كمان بحجلة كمان مقعد لأنه من سقط الزلم إذا منصوت هذا بعض دافعية إضافية اللي يعني مقدارها تقريبا نحو مقعدين إذا هذا الأمل بيكون غير موجود لا شك أن هذا يؤثر على نسبة التصويت لدى المواطنين العرب لا شك لهذا ف ولكن هذا ليس الأساس الأساس هو هو مواقفنا السياسية هو وحدتنا هذا هو الأساس والناس تعرف ذلك لهذا بتصوى 12-13 مقعد بناء على هذا ولكن أتحدث عن العامل الإضافي لهذا فمجمل الخارطة السياسية وإذا في أمل ولا ما في أمل على المستوى العام لا شك أنه يؤثر على نسبة تصويت المواطنين العرب الآن واضح أن نتنياهو هو الأقوى للأسف الشديد والواضح أكثر أنه لا يوجد بديل حتى هذه اللحظة ولا يوجد لا حزب ولا أصم وكانت في سابق شكل فرصة جيدة على ما يبدو للمشتركة أوصيتم عليه ثلاث انتخابات كان ند انتخابي طيب ولكن الآن ما الذي سيحدث بعد انتهاء هذه الانتخابات في حال كنا أو ذهبنا إلى هذه الانتخابات موضوع التوصية هل ما زال مطروحا لدى القائمة المشتركة نحن ندرس الموضوع بشكل بشكل وطني وعملي بوقته يعني يعني يمكن أن يكون يقير ربيد هو المقبل هذا أحكي لك بشكل واضح وانت الانسان بسمح لنفسه أنه يتلطخ شوي لما فيه شيء أهم وأفضل يعني مثلا لو كانس كان عنده عشرين مقعد برلماني وصوا عليه عشرين انسان فقط تحكي عايش أنا أوصع على واحد اللي كان قائد أركان الجيش بالحرب على غزة مرتين عايش على أي سمر ليش أوصع عليه مو عنده عشرين بدك ألطخ حالي على الفاضي طب أنا يا أخي مستعد أنه نتلطخ شوي هون و هناك من أجل أنه نجيب شيء اللي هو جيد إسقاط صفقة القرن جيد ولا مش جيد جيد بسوى ولا بسوى بسوى مش بس الضم كل صفقة القرن فبتحكي بتعرف شو أنا بوافق أنه هذا الزلم رغم كل ما حصل إذا أنا بدي أسقط صفقة القرن أنا يا أخي بوصع عليه فليكم أما بدك يعني أوصع على واحد كيلة بدك اتنين مع بعض كمان يكون يعني يعني كمان المادة عاطلة وكمان الكيلة للوزن غير صحيح فإحنا يعني دعنا ندرس الموضوع فقط ما يفيد شعبنا نقوم به طيب وبناء علي وسؤال أخير في موضوع الانتخابات رئاسة المشتركة دائما ما يعني تطفو على السطح مع كل انتخابات يعني محتملة تكون هنا أو هناك ونسمع مؤخرا وتحديدا على ضوء هذه القلاق الداخلية في المشتركة بأن الموضوع طرح أو ما زال يطرح على الأقل عيما عودي هو رئيس القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة لا هذه الأمور غير محسومة يعني أصلا الشخص نفسه يعني أنا ابن تنظيم سياسي ابن الجبهة وعندنا انتخابات أيضا داخلية يجب أن نحترم البناء الديمقراطي لدينا نحترم أحزابنا تنظيماتنا نحترم الانتخابات الداخلية لهذا كل هذه الأمور كل هذه الأمور خاضعة على الاعتبارات الديمقراطية الداخلية ولكن مبنى المبنى الحزبي للقائمة المشتركة في حالة كانت الانتخابات مبكرة سريعة برأيي يجب الحفاظ عليه لأنه ممنوع ممنوع نحكي لشعبنا أنه عم نتخانق على مقاعد ممنوع نكون بهذا المحال وخاصة أنه يعني ما فيش حدا يشتغل لا بالدورة قبل سنة ولا قبل نص سنة ولا قبل شهرين من انتخابات لانتخابات فلا يوجد أي سبب لا يوجد شيء جوهر يتغير منذ سنة وسنة حتى اليوم طيب وبما أننا جرينا هذا اللقاء للحديث عن مجمل التطورات مما لا ريب فيه تطور هام كان أو حدث هام في هذا الشهر الأخير هي مسيرة أمهات من أجل الحياة هذه المسيرة التي انطلقت وأنت كنت ركنا أساس في انطلاقها من حيفا إلى القدس مشيا على الأقدام مجموعة من الأمهات خرجت بصرخة كبيرة جدا تطالب بحق أبنائها الذين قتلوا دون أي مبرر وحتى هذه اللحظة لم يتم إحقاق العدالة بحق هؤلاء الأبناء أنت شاركت مشيت من حيفا إلى القدس أكثر من 180 كم إن لم أكن مخطئا في البداية كيف جاءت هذه المبادرة نائبة منعودي وكيف انطلقتم إليها هذه مبادرة أم ثاكل أسمها مونة خليل أم خليل من حي الحليصة في حيفا هي اتصلت به وقالت أنه النار هابي داخلي جويد جسمي في نار ابن انقتل قبل شهر ونص والشرطة لم تجد الجاني حي الحليصة بالعشر سنوات الأخيرة انقتل سبع أشخاص واحد يهودي بعد من قتل خلال ساعة سكروا الحليصة وصلوا لمتهم وانقتل ستة عرب لا يوجد جاني واحد موجود بالسجن هذه القصة هي قصة الجمهور العربية مع العنف لأنه هذا الموضوع المركزي ولأنه العنوان هي الحكومي لأنه عندنا مئات ألاف قطاع السلع غير المرخصة اللي جاي أكثر من نصف من الجيش لأنه فيه عصابات إجراء منظمة وخاوة وسوق سوداء لأنه ما بجدوش القاتل لما بتلقيش القاتل أولا بتشجع القتل ثانيا لما عدت القتيل عارفة مين القاتل وبتشوفه يعني بشوي لحمي وبتشوفه بالسيارة فاتحة المسجلة على العالي تنجني الناس اللي قتل ابنها ماشي ومشي حياته كيف ما كان وفيش حدا ماسكه فحتى أن سبعين بالمئة من حالات القتل داخل المواطنين العرب من ذات الدوائر من ذات الدوائر فعدم إيجاد القاتل بالواقع عم بزيد القتل أيضا لدى القاتل وأيضا لدى عائلة القتيل فلهذا فالعنوان هو الحكومة فعندما تحدثت معي وقالت لي هي تريد أن تفعل كل شيء وكذا ويعني تحدثنا عن عدة الترحات قالت أنا أريد أن أصعد مشر على الأخدام من حي الحلسة حتى القدس أنا قلت لها أنا معك فكرت أنه يمكن يعني قالت هذا كلام عن غضب فبعد بيومين رحت زورتها قلت لها متأكديمية بالمية يعني الموضوع في مية وثمانين كيلو متر قلت لها أنا معك آه بعد بخمس أيام رحت مع أكم شخص من حي الحلسة عندها على البيت قلت لها بدنا نعرف نهائي عساس نعلم نهائي قالت لي نهائي قلت لها وعد شرف أنه خطوة بخطوة أمشي معك من حيفا حتى القدس طبعا كل تسهيلات اللوجستية وكل ما هو مطلوب بتخاف أنه سيارة لا سمح الله تصيب يعني هذه الأم أو أي أم ثاكل أخرى فكل هذه التحضيرات اللوجستية وغيرها من الأمور اشتغلنا عليها شارك بالموضوع بنهاية المطاف خمس أمهات ثاكلات ومعهم مؤيدون كثر وصعدنا يعني مشينا على الأقدام من حيفا حتى القدس مئة وثمانين كيلو متر في هذه المسيرة وفي هذا المشي المتواصل وقفتم عند يعني عدة مفاصل أو عدة مفارق هامة كنتم في المثلث كنتم طبعا في الجليل وفي المثلث ووصولا إلى مركز البلاد وحتى القدس في أبو غوش أيضا وقفتم وفي العديد من المحطات قابلكم العديد من الناس كيف شعرتهم وكيف شعرت الأمهات حيال ذلك أول بالنسبة لشعور الأمهات أكثر جملة أثرت علي لما أم خليل بنصف المسافة قالت لي جبارة خاطرة إنه عم بشعر عم بعمل إشي من أجل ابني كل خطوة عم بمشيها عم بشعر إنه عم بعمل إشي من أجل ابني هذا كلام عظيم هذا كلام مؤثر جدا فالناس لأنه موضوع العنف والجريم يعني نحن نتحدث من أم الفحم حتى الليد لأنها أكثر مناطق عانت من الجريمة لهذا فالقبول كان داعما حميميا من الناس ومن رؤساء السلطات المحلية وبكل مكان بدون تنسيق كبير الناس دغري فتحة بيوتها ونبنى ببيوت الناس يعني بيت ورى بيت بلد ورى بلد بشكل ممتاز حتى وصلنا للقدس وصلتم إلى الخدس وهناك التقيتم بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نعم ما هو الهدف من هذا اللقاء؟ أن نحمل المؤسسة مؤسسة دولة مسؤولية ما يحدث لدينا أن نقول له أنت رئيس الدولة ادعي كل الجهات المختصة من أجل خطة واضحة أيضا بالنسبة لإيجاد القاتل بالحالات الخاصة ولكن أيضا مجمل الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي فأعتقد أن المسيرة حققت الكثير من أدافة ومنها رفع الوعي الشعبي مجددا وإعادة موضوع مناهضة العنف والجريمة على رأس سلم الأولويات يعني هيك كان وضع العنف والجريمة قبل ستة شهر بعد الانتخابات والكورونا تراجع أردنا إعادته برأيي أنه الهيات الوحدوية وفي صلبها لجهة المتابعة خلال فترة وجيزة يجب أن نتخذ قرارا بإغلاق الشوارع المركزية وعلى رأسها مفرق أيلون بألاف الناس لأيوم يومين ثلاثة أن نشل حياة الدولة فقط بهذا الشكل ستتحرك الدولة بشكل صحيح طيب سنقتم بهذا السؤال الشخصي يعني ربما كان لافتا هذا العصى الذي تمسكه دائما رأيناه أو رأيناك تدخل به إلى مقر ومسكن رئيس الدولة الرئيس الإسرائيلي رؤوفان ريفلين ما قصة هذا العصى الذي يرافقك دائما في هذه المسيرات؟ أولا هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نعم كما جاء في صورة طه نعم ما هي المآرب؟ هذا هو السؤال المهم أولا في العامل الإنساني أنه يعني إجر اليمين تعبت ماء من تحت صعب 180 كم فأعانتني على المشي وأيضا عندما يعني مشينا من واد النعم في يعني منتصف النقب حتى القدس يعني باليوم الثالث والرابع أيضا يعني كانت معي هذه العصى ذات العصى على فكرة والأمر الآخر يعني 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 فيها شيء يعني فيها شيء من هذه الأرض تدل دائما على طبعا تضرب على الأرض طبعا 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 ولكن يعني بالأساس يعني للعامل يعني للشخصي أنه يعني يعني عانيت من إجر اليمين جراء الصعود يعني يعني في طلوع القوت فأعانتني على الصعود لك وللأمهات ولجميع المتضمنين السلامة والشكر على ذلك وأنا أريد أن أشكرك رئيس القائمة المشتركة نائب أيمن عودي شكرا جزيلا لك شكرا 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 أخي محمد بذن أتي أعزائي المشاهدين إلى ختام حوار الساعة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة